اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضرار عشبة الشيبة واثارها الجانبية من الممكن ان ينتج عن استخدام عشبة الشيبة في بعض الحالات الصحية بعض الاضرار والاثار الجانبية مثل الاجهاد لذلك يمنع المرأة الحامل من استخدام عشبة الشيبة وذلك لانها من الممكن ان تتسبب بحدوث الاجهاد في بعض الحالات الاصابة ببعض النوبات وتقليل من فعالية الادوية المستخدمة في علاج نوبات الصرع لذلك ينصح مرضى الصرع بتجنب تناول عشبة الشيبة كما يجب على الام المرضعة والاطفال تجنب تناول او استخدام هذه العشبة وذلك بسبب نقص معلومات السلامة الخاصة بهذه النبدة فوائد عشبة الشيبة بعد التعرف على اضرار عشبة الشيبة لا بد من التنويه ان عشبة الشيبة تعد من النباتات التي تمتلك العديد من الفوائد الطبية سواء تم استخدامها كمستخلص او كمرهم او حتى كصبغة ومن اهم الفوائد التي يتضمنها نبات الشيبة ما يأتي علاج الملاريا ميلهريه تكمن اهمية استخدام عشبة الشيبة كدواء علاجي بسبب اعتبارها من اخوى المضادات الصرعية التي تم استخدامها ضد مرض الملاريا كما اثبت الدراسة ان هذه العشبة قادرة على تقليل عدد الطفيليات الموجودة في دم المصابين بهذا المرض كما ان منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام العلاجات القائمة على عشبة الشيبة كعلاج خط اولى للملاريا المنجلية غير المعقدة بنقطة فلسبار ميلهريه وذلك بسبب تفاعلها مع مستويات الحديد في هذا الطفي واللازمة لانتاج الجذورة الحرة اذ تساهم هذا الجذورة الحرة في تدمير جدران خليات فيل الملاريا الوقاية من الخلايا السرطانية اثبت الدراسة قدرة هذه العشبة على محاربة الخلايا السرطانية الموجودة في جسم الانسان والغنية بعنصر الحديد وذلك من خلال استخدام الطريقة المشابهة التي تم استخدامها في القضاء على الطفيليات القضاء على الطفيليات تستخدم نبتة الشيبة في القضاء وتخلص من بعض انواع الديدان المعوية مثل الديدان الدبوسية والديدان المستديرة بالاضافة الى الديدان الشريطية كما تشير بعض الدرسات التي اجريت على الحيوانات الى ان هذه العشبة تحث على شلل الديدان واحدث بعض تغيرات الهيكلية فيها وتحث ايضا على موتها الحد من اعراض مرض كرون داء كرون هو نوع من امراض الامعاء الالتهابية وهو يسبب طورم التهاب للانسجة في السبيل الهضمي وهذا قد يؤدي الى المغص والاسهال الشديد والارهاق ونقص الوزن وسوء التغذية اثبتت اهمية عشبة الشيبة في الحد من الاعراض التي يعاني منها المرضى المصابون بمرض كرون بالاضافة الى ذلك اشارت بعض النتائج الاخرى الى اهمية تأثير الايجابي لهذه العشبة على الحالة المزاجية ونوعية الحياة وهذا ما تفتقدها الادوية الاخرى التي يتم استخدامها فيعلج هذا المرض الحد من فرط النمو البكتيري في الامعاء دقيقة تبين اهمية هذا النوع من الاعشاب في الوقاية اول حد من فرط النمو البكتيري في الامعاء الدقيقة اول حد والتخلص من الاعراض التي قد يتسبب بها هذا المرض الوقاية من اضرار الجذور الحرة اثبتت دراسة افتواء عشبة الشيبة على مركبات الكامزولين كامزولين المعروفة بخصائصها المضادة للاكسادة والموجودة بتركيز اكبر في الزيوت الاساسية لعشبة الشيبة يساعد الكامزولين على الوقاية من الاجهاد التأكسدي المرتبط بتطور العديد من الامراض مثل السرطان وامراض القلب والزهيمر وبهذا نكون قد وضحنا لك ابرز اضرار عشبة الشيبة وفوائدها وننصحك باستشارة الطبيب قبل استخدامها اشتركوا في القناة